النهاردة كلنا كلنا فخورين بمنظومة كرة اليد لكن عايزين نرجع لورا شوية النهاردة النجاح والإنجاز ده مجاش فجأة مجاش من تخطيط سنة أو سنتين عايزين نرجع لورا مع واحد مصري أصيل بيحب بلده قوي سنة 85 الدكتور حسن مصطفى الدكتور حسن مصطفى اللي تولى رئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد سنة 85 كان حال ايه وقتها كرة اليد تخيل النهاردة سنة 85 مصر لم تفز بأي بطولة أفريقية ولا حتى الوصيف ولا كنا حقاً المركز التالت أو الرابع ولم نحقق شيء في كرة اليد إلى أن جاء الدكتور حسن مصطفى سنة 85 بدأ هذا الرجل المخلص لبلده ولمنظومة كرة اليد أن يضع اللواح بنفسه بدأ يخطط بدأ يحط اللواح اللي بتخدم كرة اليد علشان يكون عندنا منتخب قوي وإحنا النهاردة بنتكلم بعد ما يقرب من 25 سنة أو 30 سنة النهاردة بنحصد ما وضعه الدكتور حسن مصطفى سنة 85 بدأنا سنة 91 مصر تحقق أول بطولة أفريقية تخيل بعد 6 سنين بعد ما تولى هذا الرجل الدكتور حسن مصطفى قيادة أو مسئولية أو رئاسة الاتحاد المصري لكرة اليد سنة 92 رحنا أولمبياد برشلونة بعدها توالد بعد كده في 96 رحنا أتالنطا وبعد كده سيدني وبعد كده منتخب مصر لكرة اليد أو منظومة كرة اليد بدأت تكون موجودة في المحافل الدولية من هنا بنشيد بالدكتور حسن مصطفى اللي بدأ يضع حجر الأساس أو النواة أو التطوير أو اللبنة الأساسية في تطوير هذه اللعبة النهاردة وإحنا بنتفرج أو أنا شخصيا أو كل المصريين أو كل الوطن العربي اللي بيتابع منتخب كرة اليد النهاردة كنا فخورين جدا إن عندنا لعبين على مستوى القدر المسئولية النهاردة عندنا فعلا لاعب مصري عنده شخصية البطل عندنا لاعب مصري بيتحمل المسئولية وحابب برضو أقول النهاردة أسماء اللعيبة لعبة منتخب اليد أو بعسة منتخب اليد اللي شرفونا النهاردة بالفوز على منتخب ألمانيا وبالمناسبة عندنا مباراة قوية هتكون أمام منتخب فرنسا هقول أسماء منتخب كرة اليد في البداية كريم هنداوي النهاردة اللي أبدا مباراة كبيرة جدا في حراس المرمى كريم هنداوي كاتونجا وأيضا محمد عصام الطيار والحارس الثالث محمد علي يحيى الدرع وسيف الدرع علي زين وأحمد هشام دودو وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحمد مندوح هاشم ومحمد هاشم سند وسام سامي نوار أحمد عادل عمر الوكيل محمد علي والنهاردة عندنا مدير فن عالمي روبيرتو جارسيا النهاردة وإحنا بنتفرج على قطات دي بنشوف حتى الفرق لما كان بيديء لتلات أهداف النهاردة بين منتخب ألمانيا ومنتخب مصر وبدأ الفرق دي بنشوف الشخصية ودايما عايز أقف عند شخصية البطل شخصية البطل زي ما بقول النهاردة اللي تربى من صغره على البطولة الدكتور حسن مصطفى وهو أعيد وزيد على هذا الرجل المخلص لبلده والمنظومة كرة اليد اشتركوا في القناة